السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة أول حاجة غدي نقولها لكم وهو سنة سعيدة لنا عليكم إخواني أخواتي جميعا بصحة والسلامة تدخل عليكم يا ربي وللأسر الكريمة ولولداتكم باش متمنيتوا بالحب بالسعادة بالمودة بالهناء يا ربي أمين اليوم غدي نشارك معكم هاد الخريجة خرجة مع أختي ومع الحباب اللي جوا عندنا من على برة هادي كانت سلاطة ومعها بروشيت معاك فتا لكن ماشي فرص سنة ما حتفلت صراحة يعني فقط حبيت أنا لنزل فيديوش حما نزلت فإن شاء الله تعجبكم هاد السلاطة لأنها فعلا كجي سهلة وبسيطة وسريعة عندي الخاص اللي قطعتوها كيا قطع يعني بالموس رقيقة وعندي هاد خيزو أو للجزر اللي عندي واحد لماكينة أو العجانة فيها قطع اللي يعني مقدروا نديرو فيها هاد خيزو مقدروا نديرو فيها كذلك الخيار قطع لنا شعرائح فهي كي تسهل علينا وقد جينا بحدوك اللي صالات اللي كناكلوا في المطاعم تقدروا فقط تتبشروا الخيزو أو للجزر فغادي نوضع بها الطريقة هدي أنا سهلت الأمر نتاعي باش درس هاد السلاطة هادي سهلة وسريعة ودرسوا هاد السلاطة أخرى غادي غا نوريها لكم إن شاء الله عندي هنا هاد البطاطا اللي تقريبا ما كبيرة ما صغيرة البطاطا اللي كسكون هاكا شوية مقدرة سلقطها بالقشرة ديالتا زوت لها القشرة وقطعتها بعد شكل هادا يعني ما نقطعها شرقيق بزة فيكون أحسن عندي كذلك اللوبيا الخضراء او للفاصوليا اللي سلقطها ها هي مع الما والملح ومن بعد ما كنسلقوها كنوضعوها في الما البارد باش كتبقى محافظة لنا على اللون بتاعها أحسن حاجة في هاد السلاطة فهو يعني آآ شوية شوية من الحاجة كتعطينا يعني آآ بلا أنا هنا ردرت هاد البلا ودرت بلا آخر صغير يعني آآ فكانت سهلة واقتصادية كذلك وهنا عندي الخيار اللي احتواي بهديك الماكينة آآ كتنفع بزاف صراحة اللي خرجاته اللي شرائح هاكا تقدرو فقط أخواتي تقطعوه بالأول حاجة تديرو له الفوخشات من جواني بهاكا تبقاوكا تشرحو فيه بالفوخشات كاعتيني وحد شكي لديه الوردة غتينترق لكم الروابط وتشوفوه وكنقطعوها كرقيق فاكي يجيها لشكي الوريدات وعندي كذلك البربا او للبنجر اللي خديتها وصلقتها بالقشرة دياتها قطعتها الرقيق وهي اللي غدي نضعها في الوسط كذلك هاكا باش كسكسر لينا شوية اللي خرجاتي خديت اللي طوماتوريز وقطعتهم على اثنين وزينت بهم هاكدا كيف ما كتشوفو معايا عندي الزيتون اسود اللي كي سوتها بزاف مع السلطات فغدي نوضع منه حبات بهذا الشكل وهنا باش نكسر شوية هاد الالوان هادي اللي جات شوية غامقة في الاخير وضعت بهذا الشكل هاده هاد خزو او للجازر يعني غير قطع قطع شوية هاك كرشيت وهنا غدي ندير البيت المسلوق كيف مسعنا على الفلسطات المغربية كي نجي معها البيت المسلوق وغدي ندير في الاخير الماييس او للدراء اللي معلبة يعني هكا باش كتش يجيوا الالوان بخسال ففصلات ديانا وكتشي حتى الديدة اشتركوا في القناة وكانت هذه الصلاة سهلة ومبساطة بالنسبة لدريسنج ديالها فما بقى ليش الوقت اني نصور الطريقة لكن المكوناس انا وضعتهم غادي نشوفهم معايا غادي نقولهم شفاهيا تقدروش تراجعوا سالة نيسواز اللي فيها حد دريسنج هذا اللي هو اللي كان عرفوها كاملي عندي هنيس قريبا ثمانية لملاعاق تاع الزيت او لا تسعود وعندي ربعات لملاعاق متاع الخل دي ملاعاق كبيرة متاع الموتاخد او للخاردن الفرنسي مثلا نديروش داك الماستر ديال القريعة ما نديروش وعندنا فلفل اسود والملح كناخدو الخل مع الخردن مع الفلفل اسود مع الملح كنخلطوهم مزيان غير بالطرب اليداوي غير فويل عادية من بعد كم قوك نضيفو الزيت هكا بحل الخيط بشوية بشوية حتى كتقال عندنا يعني مش كتقال بزف وانما فقط كتولي عندنا وحد السوس اللي نقدروه نديروها بهات الشكل هذا انا درتها يعني على شكل خطوط بالنسبة وخليتها كذلك مرافقة اللي بغا يزود هنا بالنسبة السلطان اللي من الجنب وعندي فيها الجرجير اللي صحي بالسف وكي يجبني بالسف الخاص الامريكي المكور قطعتوها كشوية غليط عندي القرقاع وطومات سوريز وكنضيف بعض المراس الجبن البرمزان كناخدوه كنقطعوه بالقطاع ديت البطاطع كشرائح بالنسبة الدريسنج كنضير نص عصارة ليمونة حمضة شوية ديال زيت زيتون الملح وعندي النعنة عليها بس اللي كنضير وحد شوية كنحكوها لها هنا بدينا كان شوي فعندي هنا هي البولشيت الماروكين غادي نترك لكم الرابط او لا تقدروا حتى بلداج او البلاديند ولكفتا على طريقة تركية بالنسبة المركز فاكيد غادي يكون جاهز كانت هذه هي رحلة ديالتنا او البكنيك ديالنا اللي دوزناها مع اختي ومع الناس اللي جو ان شاء الله هياجبكم من بعد ما تغدينا نزلت اختير قهوة شربنا قهوة ومن بعد ارتاحينا وحد جوية ومشينا وحد الجزء عندها يعني فيه البيسين في نفس المبنى فين كاتكن وقلسنا لانا تمكي ممنوع اننا نشربوا شي حاجة او لناخدوا معنا شي حاجة الماكلة فغادي نخليكم مع المقاطع اللي هي جزء انتع المارينا مقاطع روعة وكان الوقت يعني قرب المغرب كانت المناظر جميلة فهذه هي مارينا دبي اللي صراحة هاد المناظر جميلة وكذلك ينوحد المناظر جميلة الناس اللي بغاو يتمشيوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهنا هدا هو الكاباب على الطريقة التركية اللي عندي في القناة وهذا هو بروشيت ماروكين على الطريقة المغربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة